ما هو الصعب اللقاء مع كامال يدير؟ لا أكذب عليك، أنا سمعت به اللقاء أنا أتوقع بشيء، هو بورك أنت تتلك الكل في الكل، يعطيك تفاصيل الكل والله، أنا سمعت به، تعاون بي هكذا، ستاف أنا لا أكذب عليك، اللقاء كان ما بين سيحامادي وكامال يدير هو رئيس نادي سابق في نادي إفريقي وعليقته معناها ذوري طيبة مع سيحامادي يمشي ويجي عليه حتى من غير حكاية موضوع نادي إفريقي أنا متوقع اللي ثم التشاور وقع ما بين كامال يديره سيحامادي على الوضعية الحالية والأزمة المالية والوضع الحالي اللي في النادي يسردوه بعد سقوط الهيئة عبد السلام اللي يقاد يا عندك كواليس شنو وصعها في اللقاء والله طولة عندي قلت لي والله إخويا ما نجبش كذبك أنا ما كتبش عن الكواليس ما عندي إفريقي أما نعرف سيحامادي اللي يقاد مع كامال يدير على أساس تم وضعية طوى تم هيئة مديرة من حلها إذا رجالة النادي ما يخفوص في الوضع هذا أنا أكد لك اللي الأمور ما تمشي كان هكا النجم يكون هو الأنسب اليوم كمان يديري أساس الفريقي ما نعرش ترش عليش أعطني رأيك ما نعطيك شرأي خطر تفع ليس خطر سيكمال يقول لك أنا ما نجبش أنا نتوقع سيكمال وقعته يشوف حلول للفراغ اللي موجود في النادي الأنسب ما نكذبش عليك خطر برشة فلوس مو سيلة برشة سيكمال إنسان ما نقول لك أنا ما عنديس فلوس نطفع لن يراجل أعمال وقعت لوش فيه حزام مالي طبعا حزام مالي كان لوش حزام مالي على شلال كان يلقى حزام مالي على شلال